اختتمت مؤسسة بن حبريش للتنمية بوادي حضرموت مشروع الاستجابة المجتمعية لفيروس كورونا الذي نفذته مديريات تريم وسيئون وساه وشبام والقطن والممول من المنظمة الدولية للهجرة ومركز المالك سلمان للغاثة والعمال الإنسانية وهدف المشروع إلى تكثيف الوعي المجتمعي حول التعريف بخطورة وباء فيروس كورونا المسجد وطرق الوقاية منه عبر برامج وفعاليات وأنشطة مختلفة استهدفت كافة شرائح المجتمع في دورات تدريبية وتوعوية ومهنية انتاجية لوسائل الوقاية لصناعة الكمامات والمعاقمات وإصدار البراشورات والملصقات الإرشادية التوعوية وفي حفل الاختتام الذي حضره وكلاء المحافظة المهندس الشام السعيدي ومحمد الصيعري أشار الوكيل عبدالهاد التميمي إلى أن الحلقة المتكاملة من منظمات المجتمع المدني وسلطة المحلية ومكتب وزارة الصحة والدعمين والمانحين كان له الأثر الإيجابي في تخليف انتشار هذا الوباء على مستوى وادي وصحراء حضر موت